شو صار اليوم من تماني الصباح لتماني المساء؟ الحمد لله على سلامتكم ارتكب الاحتلال أكتر من مجزرة اليوم ببرعشيت استشهد عشر عناصر اطفاق بغارة إسرائيلية مباشرة على مركزهم بمبنى اتحاد بلديات بنت جبال بصريفة قتل الاحتلال أربع أشخاص بغارة على بيت كانوا فيه على طريق الخيام قبل السائة قتلت إسرائيل ثلاث مدنيين باستهداف سيارتهم اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل تاسع جندي بجنوب لبنان من وقت أعلام بدء العمليات البرية حزب الله استهدف حيفا بصواريخ فادي واحد فجر اليوم وأصف الجليل واستهدف تجمعات الجنود على الهروب بحسب جيش الاحتلال مئة تيارة حربية إسرائيلية استهدفت 120 هدف لحزب الله اليوم على الأراضي اللبنانية هدد أفخاي قدرعي سكان 25 ضيعة جنوبية بالإخلاق وهدد الجنوبيين يبعدوا عن الشط والبحر والكوارب سياسيا طالب نواب المعارضة بوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق كل القرارات الدولية 1701 و1559 و1680 وحصر الاسلاح بإيد الدولة ونشر قوات دولية على كل حدود وطالب النواب بتحديد جلسة لانتخاب رئيس سيادة وإصلاحة سليمان فرنجية رئيس طيار المرضة والمرشح الرئاسي المعتمد من حزب الله وحركة أمل زار عين التينة والتقى الرئيس بره ومن هني أكد عضرورة انتخاب رئيس ودافع عن الحزب وجبهة الإسناد بس بنفس الوقت أيد فك ارتباط ساحة لبنان وساحة غزة بملف وقف إطلاق النار وليد جنبلات زعيم الحزب الاشتراكي كمان أكد عوقف إطلاق النار وشدد عرفت ربط الصحات وعلى وحدة اللبنانيين بملف الحرب والحدود والرئاسي